اسوي فوق البحر اللي احتي بها ورقة جلاش او معلقة زيت حطتها بصلاية معلقة الزيت والبصلاية مع بعض يتبالوا يبقوا شفافين يبقى معلقة الزيت ما انت هو انت مجدش من الاصل عشان تبع زي ما انت شايف كده معلقة الزيت والبصلاية البصلا بقت شفافة كده يا حسني اروح مديالها نص معلقة التوم مهروس رحت التوم تطلع علي عود كرات وعود كرفس يبقى عندي المادة الدهنية البصل التوم عود كرات عود كرفس كده بالشكل الجميل ده خد وده مع بعضه بقى دابلان كده مش اكتر من كده اروح جاية متابلاء شوية ملق وشوية كمون وشوية شطة يبقى ملح وكمون وشطة اه ملح وكمون وشطة مع المادة الدهنية والبصل والتوم والكرات والكرفس كل ده مع بعضه كده خد وده مع بعضه اروح جايبة كوباية من فواكه البحر المشكلة ودخلهم مع بعض يا حسني يبقى ده الحشو بتاعي بتاع السبرينجرول او الجلاش تعمل ليه بالسبرينجرول او بالجلاش زي ما انت عايز وما تنسيش ان احنا ويدوبك خمس دقايق مش اكتر من كده عشان ياخد الطعم بتاع البصل والتوم والكرات والكرفس والملح والكمون والشطة تعالا بقى نعمل الحشو بتاعنا بعد ما برد عندي حشو سفايك البحر بجيب ورق الجلاش او ورق السبرينجرول زي ما انت شايف كده يا حسني تفاصيلك اوه وبجيب ابيض بيض وفرشة وبالمع الحروب بتاعتي عشان اقفل بتوتك كده كلها قدامك وبجيب معلقة من البشاميل الانسيابي ده بص معلقة بشاميل الانسيابي بفردها كده بص يا كريمي ازاي وشوية جبنة متزرلة واخد معلقتين من فواكه البحر يا حشني وتكتر تقلل انت اللي بتعملي لولادك بتعملي لكل واحد سبعين تلاتة زي ما انت عايزة حسب ما انت عايزة وتروح جاي مقفلة ده كده وده كده عم حشني وتعالا بقى وزع وانت اهم حاجة تقفيلة كده وهنا في الاخر ده عشان ما يفتحش منك في الزب بتروح مديله ابيض بيت او زبدة تعالا كده عم حسني زي ما انت شايف نعمل واحد تاني يا جمالك يا حسني يا تفاصيلة زي ما انت شايف كده قدامك وبتعمله سانبوكسا بتدهنه من الحروف بالابيض بيت بتحط معلقة من البشاميل الكريمي ده زي ما انت شايف كده يا فريدي كده بتحط عليه شوية جبنة متزرلة بتحط عليه فواكه البحر اللي انت عاملها بطريقتنا دي الجميلة دي بتروحي قفلة شمال ويمين بتروحي تطلع الهوى منه زي ما انت شايف كده وتثبت الحروف يا جمالك وبعد كده الاخر كده التلميع دي عشان القفلة تقدر تحتفظي بيه خد يبالك في الفريزر محتاجة في اي وقت تطلعيه تعمليه تنزليه جوازية سخنة عميك وتقدميه مع سوس كوكتيل بالمقاس ده والمقاس اصغر حسب ما انت عايز ادي الاصابع هيت بعد ما حشناها وقفناها وقلناها تعمليها كبيرة تعمليها صغيرة ونقدمها بسوس كوكتيل عبارة عن مايونيز وكاتشوب وهو تصص بتفاصيلك وحركاتك وتكاتب